ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تتكون من مديرية المياه والغابات والسلطات المحلية والجمارك قد فتحت تحقيقا في الموضوع ومن المنتظر تحرير تقرير مفصل في الواقع سوف يرفع إلى المسؤولين المركزين بالريباط ويدكر أن المجزرة التي طالت الطيور كانت بسبب خليجين ينتمون إلى دولتي السعودية والكويت حيث إصطاد 1490 طائر اليمام المرخص صيده في هذا الوقت من السنة لكن كل حامل رخصة صيد منهم لم يحترم الحصة المدرجة في صيد 50 طائر في اليوم الواحد نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية